سلام عليكم ورحمة الله. حبايبي طلاب الصف الرابع. معكم مستر طريق مدرس اول ساينز. والنهار ده احنا اتكلم مع بعض على كونسبت فور اللي هو اخر كونسبت في يونت وان. اللي احنا هنمتحن فيه الامتحان بتاع شهر اتناشر. بازن الله دوت يكون الدرس دوت من الكونسبت ده يكون سهلي جدا. هو درس سهل قوي. بيكلم من حاجة اسمها الاتصال وازاي بناء المعلومات. طبعا انتو طول النهار في الفاصل بتكلمو مع بعض. فده اسمه ايه ده? communication. humans and animals use variety of ways to communicate. which each other a sound. احنا بيتوصل مع بعض عن طريق ايه? sound. وفي برضو بعض الحيوانات بتستعمل light. and the movement والحركة. تعالوا مع بعض نشوف. احنا مع بعض الهيومنز بيستعملوا ايه? بيستعملوا language. اللغة. طب. تتحدث معاه. ممكن تكتب جواب. تقرأ اللي هو كاتبه. طب. بالنسبة بقى الحيوانات. عندي مثلا حاجة زي الخنافس الصغيرة. اسمه الخنافس دي. يبقى انا عايزك تربط الكلام. لما يقول لك تقوله فلاش لايت. بتعمل ايه? طلع ضوء. ليه? اللي اجنحة بتاعتها. انا هي بتطلع ضوء علشان تجمع صحابها. الباقي بيبقوا مع بعض في مواجهة اي خطر. تمام? يبقى اللي عايزك تطلع به من الحتة دي ان بتعمل ايه? بتطلع ده كده نوع من نوع عشان يجمعوا بعض. على فكرة احنا في عيد الميلاد لما بنولع لما بنولع الشمعة الدوق ده بيجمع كل الناس. فاحنا بنتجمع على الدوق. صح? زي بزبط كده. يعني آآ القدماء المصريين عملوا اللغة اللغة الهيروغلفية دي علشان يتواصلوا مع بعض. كان فيها كام يبقى برضو هنا اتعلم ايه? عملوا ايه? بس كده. خلاص? ده الطريقة الايه? خلاص? بعد كده بقى عندي حاجة اسمها اللي هما اللي بقى في العراق اختروا برضو نعمل معي الكتابة. ناشي? اه كانوا بيرسمهم كده ايه? كتابات. طب وايه القدماء اللي هما اسموا معي. قدماء عملوا برضو اللغة شبه اللغة الهيروغلفية. طب هل الحيوانات لها لغة اتصال تانية? ممكن تتواصل مع بعض عن طريق لغة تانية? اه. عندي اللي هو الحوت الاحدب. ده بيغني بيعمل صوت كده تحت المية. عشان ايه? يجمع صحابه. بيبقى ليه تردد عالي جدا. عشان يبقى عشان يروح مسافات بعيدة. عشان المية بتبقى ايه? بتبقى كولد. بتبقى ساعة. لكن في الوينتر. لكن الصوت بيبقى واطي. تمام? يبقى هو بيجمع صحابه. عن طريق مين? عن طريق اغاني. بص المنظر ده جميل جدا. عندك اكتر من ايه? اكتر من واحد متجمعين مع بعض. بص المنظر. تمام? طب الكود. احنا بنجيب الكروت بتاعة الشحن بتاعة الموبايل. وبتدخل الكود دوت. فبيجي لك ايه رصيد? هو ده الفكرة ببساطة. كود يعني آآ شفرة او رقم معين. او آآ بتاع دوت صوت معين نقرة معينة. او عبارة عن آآ نقط معينة. تشوف كده نقط. عارف انت لما بتيجي بدخل الباسورد. بتيجي عندك تبدخل الباسورد بتاعتك. مش بيبقى مكان الباسورد مكانها دوت. هو الباسورد لما تيجي الباسورد بتاعت الفيس. او الباسورد بتاعت الموبايل. بتدخل كود. صح? هو ده الكود. كود معناية معلومة 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 يعني انت بتبعت المعلومة ويحتين يبي يستقبلها. ايه ببعتها لوحد معين. يبقى انا بستعمل الكود عشان ابعت معلومات. اول واحد استعمل الكود هو مين? مورس. هعلم عليه. مهمة دي على فكرة. عبارة عن سيمبل كود. عبارة عن شورت. عبارة عن ايه? يعني نقطة. آآ بسيطة. النقط دي بقى فيها وبيبقى في داش. داش يعني خطوط. ايه بقى النقطة والداش دي عبارة عن ايه? حاجات معينة. بتتفك. علشان الرسالة اللي هي مبعوطة للشخص التاني يفهم. هو عايز يقول له ايه? تمام? انت لما تيجي كده تتخبط عليه بالشقة. في مسلا ايه? لما انت خبطت تلات خبطات. دي مسلا تقول له يا ماما اخدت تلات خبطات. زي الاو دي كده. لما يجي يخبط في المحكمة. او ما يخبط تلات خبطات. فالناس كلها ايه? يبقى تسكت وتعد. فده برضو كود. فانا عمالك اجيبها لك بكزا ايه? بكزا شكل. طب البيز يوز موفمينت تو كوميونيكيت. النحلة ازاي بيتصل ببعضه? قالك النحلة بيتصل ببعضه? عن طريق دانس. يبقى انا كله عايزك تعرفه? بيز كوميونيكيت ازاي? فين كلمة دانس اهي? كلمة دانس اهي. بس. يبقى عن طريق موفمينت معينة. حركة معينة. دانس. بترقص. احنا عندنا في الافراح بنرقص. ورقص الدول بيجمع كل الناس حواليك. عندك في الصعيد. بيجيب كده العصائل هيسمها النابود دي ويرقصوا مع بعض. فيجمعوا بعض. فالبيز نفس الكلام بترقص. وتجمع ايه? وتجمع الباقي. من النحل. جهاز العصبي او جهاز الاتصال في الانسان مصنوع بيتكون من كزا حاجة تعمل مع بعض. طب يعني ايه كلمة السيستم؟ سيستم يعني جهاز. انت عندك مثلا. عبارة عن ايه? عبارة عن اشياء متصلة مع بعضها. يبقى تقوله كده. that work together. to form a function. عشو انت قدي وظيفة ايه? معينة. عندي مثلا. الاجهزة الكهربية. تستقبل معلومات. زي كده زي الريسيفر. بيستقبل ايه? بيستقبل الاشارة. بيستقبلها منين? من الساتيلايت. من الامر الصناعي. تمام? خد بالك من ديت. النمل. بيتوصل مع بعض عن طريق مين? السميل. الريحة. الرائحة. يبقى عشان كده الانتس بيشم ريحة السكر وبيروح عليها. كان عملت كده عصاية طويلة. عشان الناس اللي هي ايه? خلاص. الناس اللي هي بتشوفش. العصاية دي بيمشي بيها. ولما تقبط في حاجة يبعد عن 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 المكان دوت عشان يعرف ان هنا في حاجة وقفة قدامه. تمام? زي مين? زي الايه? زي الباتس. خد بالك من دي. هعلم لك عليها. يبقى هم عملوا ايه? عصاية. العصاية دي بتطلع بتطلع صوت جامد جدا. يعني هو مسك العصاية وعمل يقبطها كده هو ماشي. لما تقبط في حاجة يعرف ان هنا في شيء قدامه. في يبدا عنه. زي مين? زي الباتس. يبقى العصاية دي شبهة الباتس. يعرف ايه اللي حواليه. وبكده احنا خلصنا اللي جاي في الامتحان. اتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. وان شاء الله المرة الجاية هجاب لكم مجموعة اسئلة مهمة جدا جدا جدا. ان شاء الله مش هيخرج منها الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.